السلام عليكم شباب طبعا حتى ما طولنا الفيديو الثالث فسوينا فيديو رابع حتى يكون الفيديو ما يصير طويل ويتأخر بالنشر على اليوتيوب شباب هس راح نجي للأمثلة طبعا تكملت المحاضرة السابقة احنا شرحنا المولاري والنورمال قدي المثال الاول موجود بالمنزمة يقول بريبير حذر 500 مل من 0.1 نورمالي طبعا منطيني هذه الصيغة مهمة لازم انتبه لها ومنطيني عداد الثرية مناطيني اهن اول شغلة لما اشوف منطيني النورمالي اذا رأسيا اجي اكتب قانون النورمالي اش نكتب قانون النورمالي هذا هو قانون رأسا نكتب قانون النورمالي كتبنا قانون النورمالي اشوف شو منطيني معلومات بالسؤال اول شي منطيني 500 مل 500 مل شيني هاي منطيني الحجم بالمل قيمته 500 مل معلومة الاولى كتبناها شو منطيني معلومة ثانية منطيني النورمالي قيمتها 0.1 ايضا اذا هس منطيني معلومتين زين احنا قلنا بالنورمالي دائما اطلع الاكيوفيلانت ويت الاكيوفيلانت ويت هاي اصراح نجي نطلع الاكيوفيلانت ويت مالتنا هاي هي الاكيوفيلانت ويت شنو قانونها الموليكيولار ويت على الايتا هذا طبعا هو قانونها زين نجي انزل لي جوا هسا ما عليك بالناتج انزل لي جوا عندي المولي اول شي احنا قلنا قانونها موليكيولار ويت على الايتا الموليكيولار ويت شون اطلعها اطلعها اجي اضرب الاوزان الذرية اجا اول ش هنه عندي اج قد كم ذرة واحدة راح اقول واحد فيها اج قد منطيني العدد الذرة بالسؤال لسي اي اربعين اقول واحد فيه اربعين زائد س Lucy 1 فيه اربعين زائد عندي ال Š الح這個 ال هاي الاثنين موزعة لل O وموزعة لل H الاثنين ما لل OH موزعة لل O لل H يعني الاثنين راح اضربها او مرة عقول اثنين فيها الوش قد عندي 16 وزائد ان 2 فيه اوزحها لله ايش قد اله مانتها 1 اقول 2 في 1 فاذا جينا نجمع رح يطلع 74 طلعت لي الموليكيولر وي تي قيمتها 74 رح اجي بوع هنا جينا قسمنا 74 على منع الاتا الاتا 2 شلون عرفنا الاتا 2 بوع انا ش منطيني بالسؤال منطيني قاعدة احنا قلنا اذا عندي حامض او قاعدة اعتمد اذا حامض على مجامع الاتش واذا قاعدة على مجامع الو اتش اذا هنا كم مجموعة للو اتش عندي بوع هنا كم مجموعة للو اتش عندي عندي مجموعتين اذا اقول للاتا 2 عرفنا شلون طلعت الاتا 2 اذا اجي اقسم 74 على 2 رح يطلع لي 37 بما انه طلعنا الكيوفيلنت ويت السؤال رح ينحل بشكل مباشر رح اجي فقط اطبق القانون مالتي رح اجي انزل النورمالي مالتنا هذا قانون بس لحظة هذا هو القانون نورمالي ويت على الكيوفيلنت ويت في الف الف على فوليوم بالحجم رح نجي النورمالي شكت قيمتها او بوينت واحد رح اجي انزل او بوينت واحد نزلناها او بوينت واحد عنده الويت طبعا هو مجهول اللي يريده الاكيوفيلنت ويت قيمتها 37 في الالف نزل الالف الفوليوم مش قد من طينية طينية 500 طبعا هذا هاي الخطوة ايضا رحناها الفوق نجي الخطوة اللي بعدها الاو بوينت واحد ينزل هاي تبسيط بقى الوزن ينزل 37 تنزل فيه عندك الالف على ال 500 بيها 2 الالف جم 500 بيها 2 2 مقامها واحد رح نجي وسطها هنا بطرفين نقول الويت يعني الوزن اضربه في 2 يساوي الطرف الثاني او بوينت واحد في 37 طبعا وسطين بطرفين رح يصير اخيرا الوزن يساوي لي هاي الخطوة البعيد على القريب اللي وياه يتزل بالمقام 2 واضرب او بوينت واحد في 37 المهم رح يطلع للناتج 3 بوينت 7 على 2 طبعا نشيل الفارزة ونضيف صفر رح يصير 37 على 20 ببعو شلنا الفارزة وضفنا صفر ليه جوا والمهم الناتج نائلة نجي نقسم رح يطلع لي 1.85 غرام هذا المثال الاول شابب راح نعيد طبعا بعد اقتصار تكون مشكلة عادة حتى لو صار عادة به المهم ادي لو قانون التخفيف قلنا C1 V1 أو C2 V2 هذا القانون العام التركيز يعبر عنه C بشكل عام اذا حدد المولاري أو نرمالي رح استخدم M1 C1 A1 دلالة عن المولاري وال N دلالة عن نرمالي شباب اي جهة استخدم لها كهي المركز أو المخفف ما يأثر سواء قد فرضت M1 V1 هي المركز أو M2 V2 هي المخفف مو مشكلة طبعا هس ادي هذا المثال مهم جدا جايب الصباح يقول بريبير حذر لي 250 مل حذر لي 250 مل اذن منطيني هذا أوف من O.3 نرمالي من هذا اول شي هنا منطيني تركيزين تركيز الاول O.3 والتركيز الثاني خمسة اكيد لما نطيني تركيزين استخدم قانون التخفيف يعني ما بمجال فاول شي رح اكتب قانون التخفيف اجي تركيز الاول المطيني اشكال منطيني تركيز الاول O.3 اجي الحجم الاول يجد منطيني 250 اجي 250 في او يساوي الان 2 معناها التركيز الثاني يجد خمسة نجي نزل خمسة الفيتو طبعا هو اللي رائدة راح نجي اللي البعيد على القريب يعني الفيتو اللي وياها راح ينزل بالمقام وانو ضرب تعرفون خطوات الشي اللي فارز ويا الصفر يروح راح يصير لك 75 راح يطلع 15 مل طبعا هذا المثال موجود بالمهزمة المهم هذا الحجم هذا الحجم شو راح أسوي له هذا راح أخذه وأخففه راح بوع انتبوا له الملاحظة يش كاتب لك هنا يقول بوت راح أضع هاي 15 مل طبعا هاي سحبتها منين سحبتها سحبتها من التركيز عفوا سحبتها من المحلول المركز اللي تركيزه خمسة نورمالي سحبت جد من عنده سحبت منه 15 مل وهاي الـ 15 مل وش يقول يقول فروم يعني سحبتها من هذا هاي سحبتها من هذا خمسة نورمالي معنى هذا المركز مالتي المحلول المركز سحبتها من عنده شو راح أسوي لها راح أخليها بفوليمتري فلاسك دورق حجمي وبعدها راح أضيف لها دستال دواتر راح أضيف لها مي مقطر أنتل حتى ذا مارك وهاي الـ 15 مل راح أخففها لحد 250 للعلامة أول شي أجي أجيب 15 مل أخليه بدورق راح يصير حجم قليل يعني أنه برح أدير الماء لحد 250 طبعا دورق قبل 250 أجيب يقول راح أجي أسوي إلى ميكس ويل يعني أمزج هنا بشكل جيد طبعا بالتجربة شرح بالتجربة العملي شرح ذه ولي حاضر عملي أكيد جا يفتهم يعني مو شرط أنه يحفظ رياضيات أو مسألة لكن هي كفهم هاي بالعملي اللي طبق بيده أكيد مفتهم شنو أنا عمي شنو جاي حجي طبعا هذا المثال الأول خلني جي نرجع نعيده شباب حتى بس خلي نوصلي لكم فكرة شباب يقول حضر 250 مل من 0.3 أبو لماذا مخففة لأن لو راح أقارن بين تركيز 0.3 وبين تركيز 5 نورمالي يوه الأكبر أكيد الخمسة نورمالي إذن الخمسة نورمالي هي المركز 0.3 مخفف إذن المخفف هو 0.3 شعند الحجم مالتو 250 تمام يعني هنا بهذه الحالة صار لل N1 وال V1 صار لمخففات أوكي وال N2 وال V2 صار المركز اللي راح أطلع تمام شباب شباب هس راح نجي للأسئلة مال الصباحي شباب ركز ويا بالسؤال الثاني السؤال الثاني طبعا هذا هو السؤال الثاني يقول حضر لخمسة نورمالي C A O H By 2 خلي نكمل السؤال حضر لي هذه ثم دليت يعني خفف لي إياها إذن هو جاي يحدد لي جاي يقول لي خفف لي إياها إذن هاي اللي بالبداية أمو الخمسة نورمالي هي هاي مركزة راح أخفف ها بيش قايل خفف لياها ب O.5 نورمالي يعني سوي تركيز ها الجديد O.5 بحجم 500 ملي يعني تستخدم لدورك Volumetric Flask أبل 500 تمام إذن هذا السؤال هو حال نفسه بالنسبة لأوزان الذرية المطينها بسؤال ما راح أحتاجه ما راح أحتاجه فقط بالعمل أحتاجه لكن كسؤال هذا راح أطبق قانون التخفيف بشكل مباشر تطبيق هلون هسا راح نجي نحله هذا السؤال طبعا شباب نفسه هذا السؤال جيت كتبته بورقة وخلي نجي نشوف أول شي منطيني خمسة نور مالي قلنا هذا المركز مركز ماتي المخفف جيت خففته هل قد يعني قايل إنت لما تخفف لي راح تخفف لي تسوي لتركيز أو بوينت خمسة لازم وخلي بدور اقزجاج اول خمسمية زين أنا عندي المركز تركيز خمسة بس أنا ما عرف شكت راح أسحب من عنده شكت الحجم راح أسحب وبعدين أخفف شكت إذن أنا راح أطلع الحجم المركز مالتي حتى عرف شكت راح أخفف فرح أطبق القانون مباشر N1 V1 N2 V2 مثل ما بالسؤال منطيني هناك N1 و V1 استخدمناه المن تذكرون للمخفف هنا راح أستخدم بالمركز ليش حسب صيغة السؤال هو إذا منطيني بالسؤال المركز بالبداية أستخدم المركز بالبداية منطيني بالسؤال المخفف بالبداية أستخدم المخفف بالبداية يعني ما يأثر زين المركز منطيني 5 النور المالي V1 هو المجهول أنا أريده N2 0.5 V2 500 راح نيجي نفس الخطوات الرياضيات V1 راح نيجي نسوي طبعا الصفر يروح ويا الفارز راح يصير 250 على 5 راح يطلع لك الناتج 50 إذن عرفت الحجم الحجم أنا المطلوب مني حتى أخفف قدت الحجم المركز مالتي هو 50 إذن هذا الـ 50 راح أخفف انتبه للكتابة الكتابة هاي هاي الكاتب هاي فهم هاي الكتابة فهم تفهمها متحفظة يعني أنا عندي هس اشقد هذا الحجم اللي أريد أخفف اشقد قيمته اشقد يعني حجم مالته 50 إذن أقول بوت راح أخلي هاي الخمسين وين سحبها من هذا المركز أول شي سحبناها من المركز من المحلول المركز بعدين راح أخليها بفوليمتريك فلاسك بدوراق زجاجي وقلنا راح أضيف لها أضيف لها ماء مقطر قلنا لحد المارك لحد العلامة أم الخمسمية لأنه جاي قل لي أخذ حجم وخفف لي بخمسمية مل أوكي إذن راح نخفف بحد الخمسمية أكيد راح نسوي لها عملية ميكس ويل مثل ما قلت لكم هاي التجربة عملي شرحناها فاللي افتهم هسه افتهم واللي ما افتهم يعني إن شاء الله قلكم افتهمتو بس بالعمل افتهمناها أحسن طبعا هسه انتهت المحاضرة الرابعة والأخيرة طبعا خلصت المحاضرة الرابعة والأخيرة لكم الفيديوهات البقية اللي تخص المواد الأخرى